يومية رمضان مع فاريد من نكتاق على قناة أنفاس بريس ضيف هذا اليوم هو الفنان جمال الدين بن حدو مرحبا بك على قناة أنفاس بريس شكرا أنفاس بريس وتحية الأستاذ آريري وأنا سعيد بوجودي معكم الله يكبر بك الله يكبر فيكم أستاذ كيف يجيك التقوز زيار رمضان؟ التقوز زيار رمضان جميلة ومتميزة في المغرب عندنا بالنسبة للدول الأخرى كلها أولا كأن هناك واحد تنفطر بواحد طريقة كل منطقة عندها شكل ديالة أنا مدم أنا كان تامل واحد ثقافة أنا اللي بغت نقول أن المغاربة را كلهم دم واحد را كلهم خلطين فقط إحنا المغاربة كنعيشوا حسب التقافات كنت تقافة جيهوية مثلا كنت تقافة الفاسية التقافة الشمالية التقافة الصحراوية التقافة مثلا على حساب الشيوات لكي ديالة على حساب المنطقة أو هناك كنت يعيش هناك عدد تقافات في المغرب يعني في التقافة الإفريقية التقافة الأوروبية الأندلوسية إلى آخر أنا عندي شوية منتقافة أندلوسية بحكم أن الوالد منفاس وكذلك التقافة الداخل بحكم أن الوالدة تتجي من منطقة مراكش وبها من أولاد حريز عندي واحد الكوكتيل أنا تعرفوه في ميلونج ميلونج على كل الفطور تكون دائما بشربة دافية نجبتي الفطور يعني شنا هي الحاجة اللي ما كنت تخلاش علاف مائزة الإفطار هي البيضة البيضة بلدية مسلوحة البيضة مونامور مونامور البيضة ولا بالداخل بلدية ولا رومية دبقوا شح الفرمضان يكون عندنا ثلاثين يوم إن شاء الله ولا تعدو عشرين لا حسن هذا حسن من هنا أعرف أن نعرف أنها ثلاثين يوم يوم عشرين بيضة إن شاء الله نعتبر أني تفيد عشرين بيضة هذه مهمة هكذا ما يقف بالرمادين مع تغلاء ماما أين أنت ليسوا في الآن أولا نقولك لا يكون في الأعوان أنا دعا هذه العامة شي غريبة شي عمري ما أشتق أني المغرب دائما بصلاو ماطشة كنت تستاذقى بعض القادية دعا يقول أنا مدير أرجد جميلة بصلاو ماطشة وبيضة جوجو بيضات دابا ولتها الأكلتها هي غالية تطلع غالية تطلع غالية ولا يكون في العوان والمساكين ساكن يعني يعيشوا واحد الظروف تنتمين إن شاء الله باش الحكومة تداركت للقضية وترجع للمسائل كما كان فعلا أكين واحد الإيجابية صغير ورفت شي وأنه عرفنا بقيمة الخضرة عرفنا شنية البصلة ركدا والنس كل شي بدنا ندعو على الخضرة وعرفنا شنية قيمة البطاطا ما قوش اللوحو هذا البطاطا ولا حتى كان بقري كان واحد يدخلها المارسي وكيزق تعمر قفا وكيمشي عيش بها سيمانا يعني يعني الناس هتتلوح على الخضرة دابا ولات تتحط بواحد شكل مزيان ولا تعرف قيمتها فقد إن شاء الله رجعوا للأتمين القديمة ونتعيشوا فيما باقي إن شاء الله بحولنا كيكالإحساس زيال كنتك تكرم في حي المحمدي أه الحي المحمدي خوتي خوتي فاتيح آآ الزوبير أدراني كلهم تورك الله عليهم تحية ليهم من هذا المنبر آآ كرموني داروا لي مفاجأة أنا كان عرضوا علي قليب هناك تحضر معنا واحد جلسة هذا ما يقول لي فاتيح الله يرضي عليه هذه الكاميرا الخافية المزيانة داروا لي كاميرا خافية زوينة وإذا مشيت لقيت فوتاي وقلسوني فوتاي بدأت تكلموا معي وعطوني أسئلة وغنيت ليهم وفرحت وفكروني في واحد دكرية لأنني من كنت صغير ديت الموسيقى في درب السلطان كنتمشي نأخذ الصونوريزاسي ومن بوش نشوف عند الحاجة ومن عند الحاجة هو آآ حرمت الله ومن بعد كنميسي يكون الصونوات كلهم تكراروا لأنه كان واحد نشاط كبير في سبعينات كبعينات كان رواج كان رواج فني كبير تقافي كبير ومن يما تلقى الصونو كمشي نكره من السعادة في الحي المحمدي كنتمك تن تعرف على الدرارية وتنطلق على الدرارية وفاتيح را تنعرفه مني كان صغير يبدأ في تونائي والحمد لله عمره ما تبدل ديما قلبه بيض وديما هو زوين ديما تسامع لوجهه كنحييه من هنا وكنحيي الزوبير رأت القلب الكبير تهوه كلهم كلهم تبارك الله عليهم تنشكرهم كين شي أعمال فني فاضر رمضان قدرت عمل جد مهم كبير الحمد لله تنفتخر به هذا العام وهو ملحمة أرض الله من الإخراج المخرج الواعد الكبير وهو خبقي الشاب ولكن هو مخرج كبير من المدرسة يعني خريج التعليم العالي في الإخراج السينمائي والمسرحي وكذلك هو خبقي المدرسة الكبيرة دي المسرحي طيب الصديقي رحمه الله لنك تنطلق معه دائما عند خيط طيب تنقوله أنا خيط طيب الله يرحمه وتحيل ولداته هذا المخرج لي هو أيوب العياسي درع ملحمة أرض الله ملحمة ماتعة وكذلك مفيدة ومهمة يخش أي واحد يشوفها أنك تأخذ فكرة هي تغذي العقل وتغذي كذلك المتعفة في الإنسان لأنها فيها الموسيقى فيها غناء فيها الرقص تغذيتها كذلك العين يعني كتشوف واحد الألوان كتشوف الألوان المغربية تجسد فوق الخشرة كتشوف الرقص الرقص الحداتي والأصير في نفس الوقت كذلك الموسيقى الحداتية والأصيلة والتي تشكلت في قصيدة الملحون اللي كسبتها جمال الدين بتوضع جمال الدين بنحدو كسبت قصيدة الله الوطن والمالك وهي اللي يحتفينا بها كذلك في الملحامة ما شي غير يرجعوا وقول أنا مغريبي ه Literature منا이라ضι هذا من كلمات يتيجلا لابد من دمك ميكون صافي تكون جمال الدين لك الروح الواطنية mantle ما شي غير يجعو وقول أنا مغريبي يكون في قلبه قلبك ويكون خضر هدوا بعض أدو بيتين من هده القصيدة وللش ميكون ش يحمر لا او أحمر لابد من دمك ميكون حمر ويكون في قلبه قلبك ويكون خضر يعني اشارة للرايا المغربية العالم المغربي والنجمال الخضر. إلى آخره هو قصيدة الذي يدفع المولوك العلويين. قلت أن الدولة هذه المملكة باديامن واليدريس إلى الحسن الثاني ومحمد الساديس وما زال يزيد. هذا هو واحد البيت. هو في هذا. قل لي يا سي جمال. كيف يأتي لك هذه البرمجة الرمضانية؟ كنت تفرح شوية بعدها. ما أريد أن أقول لك؟ أنا كلهم أصدقائي لي وكلهم إخواني لي فقط بكل توادع بلغة خشب. لا لا ليس لغة خشب بكل توادع. أنا لم أكن أتفرح. لماذا؟ لأنني لدي البروغرام تروي شعر جي. يعني مفهمتي. يعني مثلا تنفطر بعيد من التلفازة أولا. وثانيا. كان شوية تنصلي ونقضي والأغراض الخاصة بهذا الشعر. يعني الطقوز لك مرة الإفطار كيف تكون؟ مرة الإفطار ولا أبدأ الصالة الضروري ولا أبدأ القهوة. ولا أبدأ حتى نقص نشرب قهوة وحدها في مقارسة تدرنيت. نشرب قهوة تنزقاد بشار رجع نتعشع أو تاني. ما ستقول رمضان كريم؟ ما ستقول رمضان كريم للشعب المغربي الذي يحب المالك دياله. لا أعلم لماذا؟ إنه رغم الأزمة الكبيرة بقي شد فد شعر ديه والله الوطن المالك. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة